هنعمل النهاردة أكلتين من التراس وعشق الطفولة بالنسبالي أبوي الله يرحمه ربنا يكرمه بالجنة ويعفو عنه كان بيعمل لنا الجبنة دي كان بيجيب الجبنة القريش ويقطع عليها خطور صغرنا قوي بقدونس وطماطم وفلفل اللي موجود بقى أنا حطيت كل الخضار اللي موجود بس قطعيه صغير عن منعه أعملته كده حطي معلقة كبيرة من التحينة ومعلقة من الزيت زيتون أو عادي وهارسيهم بقى كويس قوي مع بعض وبصي بقى الخلطة دي طعمها حلوة قوي قوي طعم بالتحينة مع الجبنة القريش طعمه حلو جدا جدا بجد هتلاقي إن شاء الله الولاد والكبار هيحبوها تقدري بقى تعملي الخلطة دي وتكليها في الفطار أو إن شاء الله بقى دخلين على الأيام جميلة إن شاء الله في السحور هتنفعك قوي بقى في السحور تبقى يعني صنفي كده جديد يعني وتطش حلو إن شاء الله ممكن تعمليها في علبة تعملي كمية وتحطيها في علبة وتخليها لسندوتشات الولاد السبح برضا هتوفر عليك وقت كتير تاني حاجة بقى هنعمل فخفخينة بس على طريقتي بقى بصو هنجيب جوافة وما تقليش ما تشليش البزري دلوقتي أنا كده كده بصفيها بعد ما بعصورها حطيت عليها سكر وحطيت كمان شوية لبن حوالي يعني نص كباية من اللبندول ثلاثة أربع جوافات وعصرتهم كويس وبعد كده هصفيهم بمصفة سلك ونحطوا على جنب هنجيب واحدة برتقالة ومعلقة من السكر وعادي يعني السكر سكر الترابيزة كلها ما فيش مشكلة ولا حاجة انتهيك ولا حاجة تعصبك هنعصر البرتقال ونحطه على جنب وفي نفس المكان اللي عصرنا فيه البرتقالة هيكت برتقال عصر طعب مية وشوية سكر عادي هنحط بقى إيه الفراولة والفراولة بحط عليها عصر من اللمون وشوية ماء صغيرين وسكر بس كده بقى يا ستي وهاتي الكاز بتاعك هنحط بقى إيه شوية فواكه متقطعين صغرنا نقطعي بقى فراولة على موز على شوية طفاح أي فواكه موجودة عندك قطعيه صغير وحطي بقى عصير البرتقال وانا عملت كده بالمعلقة علشان إيه العصير كده يتوغل وسط الفكهة وبعدين حطت شوية فواكه وبعدين فراولة وشوية فواكه وبعدين الجوافة بصوا بقى شكله جميل إزاي حلو جدا ممكن بقى تشكلي أكتر بقى وتجيب شوية كيوي وتحطي شوية ماء صغيرين وعصرة لمون ومعلقة من السكر وتضربيه معادي في الخلاط وتعودي بقى تعملي بقى أشكال وألوان كساد بقى لو جايلك ديوف في رمضان تقدري بقى إيه تعودي بقى تدعبي بالألوان حطينا الكيوي وبرضه قطع من الموز والطفاح والفراولة قطع كده من فواكه متقطع صغير وبعدين عصير الجوافة وبعدين قطع برضه من الفواكه وبعد كده كل ما تحطي عصير تحطي قطع من الفواكه وبعدين تحطي عصير وتحطي قطع من الفواكه وبعد كده تحطي بقى إيه الفراولة وبصي بقى الجميل شكل الكساد جميل جدا عودي بقى ألعابي بره تحطي الأخضر فوق تحت مش عارف إيه ألعابي بقى وشكلي بجد شكلهم يبقى حلو قوي لو عملتهم شاء الله في رمضان في عزوما كده هيبقى شكلهم حلو قوي يربي الفكرتين يكون أعجبوكم لو أعجبوكم اعملوا لي لايك للفيديو وشيروه واكتبوا لي كومنت حلو واعملوا لي فولو لو لسه ما عملتوش وباي باي